النهاردة الحقيقة فقرتنا عن القراتية حضركم عارفين منذ أيام أو يومين أو ثلاثة انتهت بطولة العالم للقراتية المقامة في دبي البطولة دي بتتلعب لزو الهمم والعادي أو الأسوياء العاديين البطولتين اتعاملوا في دبي في نفس الوقت منتخب مصر أو بعثة مصر للقراتية لزو الهمم فازت بالمركز الأول على مستوى العالم في مشاركة يمكن أكتر من 70 دولة نفس الكلام بالنسبة للفريق الكبير أو بعثة مصر للأسوياء فازت بالمركز الثاني بعد اليابان يمكن بفرق مدالية دهبية واحدة يمكن خد عدد مداليات أكتر ولكن اليابان واخد دهب أكتر منه عشان كده اليابان خدت المركز الأول بس الحقيقة قبل ما استعرض معكم أسماء ضيوفنا ومين هم عايزة وضح أمر النادي الأهلي مش بس الرياضات اللي حضركم شايفينها هو اللي بيرعاه النادي الأهلي مؤسسة كبيرة منظومة كبيرة لأكثر من 100 سنة مش بس الألعاب اللي حضركم شايفينها لهم 13 لعبة اللي بنغطيهم لأ احنا عندنا فرقة ودائما يعني بنحب دائما من الوقت للتاني نبرد هذا العمل العظيم عندنا فرقة من أصحاب الهمة من دول همام 60 لعب ولعبة من أبناء طبعا الأعضاء في النادي الأهلي بيمرسوا الرياضة وعلى مستوى احترافي كمان مش مستوى بس يعني ممارسة عامة لا مستوى احترافي وشفنا كمان يعني كابتل محمود الخطيب دائما أبدا في لقاءاته وكان أخرها مبارح طبعا بيشيد بهذا الفريق والحقيقة الفريق ده وسام على صدر الأهلوية كله وانا الحقيقة كنت مستني الحلقة دي انا كنت مستنيها ويمكن يعني كنا منتظرين حدث عشان نقدم لكم هذا الفريق طب هتقول لي يا كابتل ايه علاقة ما بين الكاراتين اللي انت بتتكلم عنه وما بين فريقنا العظيم لذول همم في النادي الأهلي العلاقة ان بنتنا ولعبتنا سلمة علاء يعني عضو الفريق بالنادي الأهلي الذول همم راحت اشتركت مع منتخب الكاراتين طبعا اللي لعب في دبي الجميل ان سلمة علاء الدين خدت المديلية الذهبية وشاركت بمديليتها في حصول مصر على المركز الأول واستسابعين دولة سلمة علاء الحقيقة تشرف اي حد بانجازها الكبير ده النهاردة هتكون دفتنا وهيكون معانا مدربين هالتنين مدربها في النادي الأهلي لانه ليه حق علينا انه هو وصل لهذا المستوى ومدربها في المنتخب انه ايضا ليه حق علينا وعلى مصر كلها ان احنا نتعارب بيه انه ساعد سلمة انها توصل للعالمات مين كابتل محمد محمود وكابتل محمد حمدي دي فقرتنا الاولى هنعرفكم اكتر ايه اللي بيحصل وازاي سلمة وصلت من النادي الأهلي الى العالمية ويبدو ان الكاراتيه يعني او مدرسة الكاراتيه في النادي الأهلي كتب عليها العالمية احنا عندنا طبعا دكتورة جيانا فاروق احد الابطال الاولمبيين العالميين طلع من النادي الأهلي كل الاتحاد الدولي للكاراتيه لما جيه زار مصر اصر انه يجي النادي الأهلي يتفرج على كاراتيه او يشوف مدرسة الكاراتيه في النادي الأهلي عندنا دكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة بطل عالم فالكاراتيل حقيقة في نادي الأهلي في حتة تانية خالص دي هتبقى النص الأول من فقرتنا النص التانية هيكون مين برضو لعبتان النادي الأهلي للكاراتيل الأسوية دول اللي طالعين بشكل كويس جدا بيقدوا أداء كويس معنا نوها عمر وآيه شام اللي اتنين حصلوا على برونزية العالم اللي فاتت في دبي وبيلعبوا الكاتا على فكرة بالمناسبة سلمة علاء الدين ونوها عمر وآيه شام التلاتة بلعبوا الكاتل اللي هي لعبة استعراضية على فكرة دي صعبة جدا أصعب من النزال أو الالتحام لأن بتبقى عايزة هارموني وحاجة في منتهى صعوبة بتدريبها الاتنين الحقيقة راجعين يمكن النهاردة من المطار على القناة على طول وده حاجة الحقيقة احنا بنعتز بيها جدا ده بيتهم وده مكانهم ولازم نحتفل بيهم ومنها عمر وآيه شام خدوا المدالية البرونزية في الفرق وسهموا بنتجتهم دي أو ببرونزيتهم دي أن منتخب مصر كله أو بعسة مصر كلها تاخد المركز الثاني على مستوى العالم حاجة جميلة أو حاجة تشرف الحقيقة الفقرة يبقى فيها كلام كتير هيتقال يعني أتمنى من حضراتكم متابعتها عشان تعرفوا حجم الجهد المبزول وحجم الإنجاز الكبير يعني واستساء أكتر من 70 دولة سواء في دول همم أو في الأسوياء يعني مصر تطلع في الترتيب ده لا وعلى فكرة معالي الوزير كرامهم ومستقبلهم فالحدث كبير والإنجاز كبير فالاستقبل النهاردة إن شاء الله هيكون كبير بقدر هؤلاء الأبطال